مرحبا يا سابع كيف تتحول لها إذا ما نعلم يعني أنا عندي الآلف تلج بالثلاجة كيف تتحول للسائل بعرضها للحرارة شعر الشمس وحطب مكان درجة الحرارة عالي هذه تتحول من الصلبي إلى السائلة كيف تتحول من الصلبي إلى السائلة جزيئات الطاقة الموجودة بالماء تتحرم تتفكت وتصير سرعتها أكبر وتتباعد عن بعضها هيك تصير سائلة كيف تتحول إلى الغازية؟ لما أنا أحط مثلا بريء الماء على الغاز وتصير يغلي 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 فجأة منسا برجع بلاء الماء اللانة ببريء الماء صح بتطلع بريء الماء ايه الماء اللانة تبخرت الماء تحولت من الحالة السائلة إلى الغازية بفعل بفعل التسخين استمرار التسخين الماء تزايدت حركة الجزيئات وتباعدت عن بعض أكثر وتحولت إلى الغازية هيك تحولت إلى الغازية نرجع نحكي تحولت من الصلبة إلى السائلة وفعل الحرارة تحولت إلى الغازية باستمرار تسخين الماء زادت عندنا حركة الجزيئات تباعدت أكثر عن بعضها تعالوا نشوف مياه البحار والمحيطات أشعة الشمس تبعز الصب تكون كتير حامية تمام تتحول تتبخر أشعة تتبخر الماء بفضل أشعة الشمس ومساعدة أشعة الشمس تتحول تتكاثر لغزوم تمام نشوف مع بعض الماء النقي والماء غير نقي تكون الماء النقي بس من جسيمات وهي جسيئات الـ H2O بس H2O والـ H2O لحاله الماء النقي بكون يخلو من أي مواد ذائبة مثل الأملاح لهذا السبب ما بكون موصل للتيار الكهربائي ويعرف أيضا بالماء المقطر يستخدم عادة في المحالين لأنه أنا بلاحظة المحلوم طبي بصناعات مختلفة أنا بدي أحل الدواء بس أعمل ماء مقطر تمام أما الماء الغير نقي تكون من جزيئات أسطوء ومواد ذائبة بس بالنسبة متفاوضة وهذه الأنسان تكون مفيدة لجسم الإنسان وصح هذا بعض الأملاح والغازات في الماء المعبأ وماء الصنبول وصطالح للشرف يستخدم في الماء لأنه يكون مفيدة للجسم والماء الغير نقي موصل للتيار الكهربائي بسبب الأملاح الزائبة فيه لذلك نحن نحذر دائما أنه لا نمسك أدوات الكهربائية بأيدينا مبلولة لا أضع إيدي عن قابس بريس الكهرباء في الشاحن بالغلص من الكهرباء أي شيء يعني العيد عن الكهرباء لازم أكون لأنه أتيب تكون مبلولة إذا احتوى الماء على بعض أنواع من الكائنات الحية الدقيقة يصبح ملوثا وغير صالح للشرف الأنواع يسبب أن يصابت الأشخاص بالأمراض كما في مياه السهول والسهول والبراك والمشتقعات ما غير صالح للشرف أنا محتمي على كائنات حية دقيقة وفترصبات كثير وأوساع ما غير صالح للشرف وهو المنوع الضرصنا لأنه خلصتهم في حنات نرجع عندنا واجب حل أسألت الضرص لو صمحتم المركبة الذي يتكون من جزائقات أجتوء فقط هو الماء النظر حالة الماء الضرصة التي لها قابلية الانضغاز هي الغاز حالة الضرصة حالة المادة التي يكون شكلها صعب ترورها حجم محدد هي ماذا رأيكم؟ شكرا لكم هذه الأسألة تحلوها لكم لكم يرأت اللي بيبعث اللي بقون يعني ممنونتم اللي بيبعث اللي بقي الأسألة 23456 تمام نحن نحلهم مش نورجاي تاخد الدرس الثائبية يعني مثل هذه المرة تمام؟ أسألة كلها مع بعض أحسن حسن، لكي لا تنبع مراجعة على الوحدة المتحدث أسألة الدرس الثالث والثالث والثالث وأسألة الوحدة ما مع بعض ماشية حلوة ما في غيرك حلوة معنا بالصف تبعتيني حلقة سألت الدرس والمرة الجاية لنأخذ الدرس جديد ان شاء الله والأسئلة من حلونا كلنا مع بعض اتفقنا اشوفكم على خير يا سابع وانا مش ماشي بالمادة كثير عشان انو انتو تدرسوا وتاخدوا واعتم اتفقنا اصلا ما ضل اشي كثير يعني ما ضل اشوفكم على خير بتمنى لكم انهار حلو مثلكم